أزمة أفغانستان تصل إلى أوروبا طبعا بريكسال تريد تجنب أزمة هجرة جديدة وتقليص التبعية من واشنطن وعودة المجموعات الإرهابية إلى أفغانستان وموجهة الهجرة من البلاد أبرز الملفات التي يحاول الاتحاد الأوروبي يتعامل معها مع عودة طالبان إلى السلطة يسعى كذلك متابعين المسؤولون الأوروبيون إلى الاتفاق على استراتيجية موحدة تعتمد على حماية الحدود الخارجية بشكل أكثر سرامة ودعم دول الجوار الأفغاني وتقديم مساعدات للمنظمة الدولية العاملة في أفغانستان ومحيطها كما بحث وزراء الدفاع دول الاتحاد الأوروبي الخميس في سلوفينيا تشكيل قوة رد سريع بعدما وجدت تكتل نفسه على الهامش خلال عملية إجلاء من أفغانستان قادتها الولايات المتحدة مشاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر طبعا أو من ألمانيا خبير دي دابليو للشؤون الألمانية والأوروبية السيد لؤي المدهون أهلا بك سيدي حدثنا يعني ما مدى واقعية تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الأزمة في أفغانستان نعم أعتقد أن تدعيات الأزمة الأفغانية وصلت أوروبا والقادر الأوروبيون على وعي وعلى دراية بأن عليهم تطوير خطة عمل مشتركة لمواجهة تدعيات هذه الأزمة خاصة أن الهاجز الأكبر الأوروبيين يتمثل في تكرار سيناريو 2015 عندما وصل أكثر من مليون لاجئ قادمون من سوريا من أفغانستان ومن العراق عبر تركيا ويونان إلى أوروبا ووقفت الاتحاد الأوروبي يعني في حالة عجز عن تنسيق عملية التعامل مع هذا الملف الاتحاد الأوروبيون يحاولون الآن رسالة واضحة إلى اللاجئين ابقوا في البلاد المجاورة لا تأتون أوروبا أوروبا غير مستعدة لاستقبال اللاجئين الآن لكنها مستعدة إلى تقديم مساعدات إنسانية للدول التي تستقبل اللاجئين خاصة الدول المجاورة لأفغانستان لإيران لباكستان لطجيكستان وهي الدول التي قام وزير الخارجية الألماني في آخر يومين بزيارتها الإستراتيجية الأوروبية الآن تعتمد على تجنب سيناريو عام 2015 تطوير إستراتيجية ثلاثية الأبعاد تقوم على دعم الدول المجاورة تقوم على التنسيق المشترك لحماية الحدود الخارجية وطبعا دعم المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في أفغانستان هذه هي المحاور العامة أو الإطار العام لآلية العمل الأوروبية المشتركة صحيح ماذا عن قوة رد سريع إذا الاتحاد الأوروبي يدرس هذا الاحتمال طبعا هذه الحديث عن قوة تدخل سريع أوروبية وعن قوة رد أوروبية هذا الحديث ليس بجديد ما حدث في أفغانستان صدمت وصور التي شاهدناها في مطار كابول والاعتماد الكلي للاتحاد الأوروبي على الدعم اللوجيستي العسكري الأمريكي هو أدى إلى تسريع هذا النقاش يعني الآن هناك وعي هناك نوع من الصدمة في أوروبا نظرا لأن أوروبا غير قادرة كما قال جوزيف بورين المنصق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في أوروبا قبل يومين قال أن أوروبا كانت غير قادرة على إرسال 5000 جندي لحماية مطار كابول لكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بهذا العمل يعني الأوروبا لا تنقصها للإمكانيات ما ينقص أوروبا في الواقع هو الإرادة السياسية والتنسيق المشترك وتنسيق بحيث تتخلى بعض الدول الأوروبية الكبيرة عن مهامها السيادية ونقل هذه المهام إلى الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل لكن أعتقد أن هذا الأمر الآن غير واقعي الأوروبيون سيحاولون تسريعه لكن يجب العمل على إنشاء على الأقل نواة لجيش أوروبا بمستقبلي يستطيع العمل باستقلالية كاملة وبدعم استخبارات ومد القضية في أوروبا ليس نقص الإمكانيات ولكن ضعف الإرادة السياسية في الواقع لتحويل هذا التكتل الاقتصادي الصعب الأكبر في العالم من عملاق اقتصادي إلى لاعب سياسي وعسكري فعال على الساحة الدولية طيب سيد لؤي في ظل كل ما يحدث حاليا وهذه التطورات كيف تتخيل العلاقات بين أوروبا وأفغانستان في ظل حكم طالبان يعني أتوقع اليوم ذكر الرئيس مؤتمر ميونيخ الدولي آيشينغر وهو شخص مخضرم فيما تعلق بسياسة الخارجية والدولة قال كلمة جوهرية قال أنها على أوروبا الحديث والتحاور مع حركة الطالبان نحن لا نستطيع اختيار أعداءنا نستطيع اختيار أصدقاؤنا لكن يجبنا فتح قنوات حوار مع كل القوى الفعلة في أفغانستان والغرب خسر كما قال في حديثه وفي تحليله اليوم خسر الحرب ويجب أن نتعامل مع حركة الطالبان بشكل يضمن مصالحه وقال لا يعني المفر من الحوار مع طالبان الحوار لا يعني قبول ما تقوم بحركة الطالبان ولا يعني الاعتراف بها دوليا ولكن الحوار يعني محاولة الحديث معها للتوصل إلى تسوية لأمور عالقة كالأشخاص كاللاجئين أو الدعم الإنساني أو تجنب تحول أفغانستان إلى ملاذ جديد للحركات الهربية لكن من السابق لأوانه الحديث عن بلورة أو رؤية لعلاقات بين الغرب وبين حركة الطالبان الأمر يتعلق أيضا بطبيعة التطورات داخل أفغانستان وقدرة هذه الحركة على إدارة دولة كبرى مثل أفغانستان وتوفير الحاجات الأساسية للأفغانيين هذه النقطة الأساسية الأمر يتعلق أيضا بالتطور داخل أفغانستان ولكن الأمر غير لمستبعد نحن لا نستبعد إذا دخلت دول على غرار تركيا ودول أخرى مقربة حركة الطالبان على الخطوة حاولت على الأقل تليين أو تأهيل هذه الحركة إن صح التعبير حتى تحول إلى لاعب مقبول بها على الساحة الدولية لكن الأمر كما قلت يعود إلى طبيعة التطورات الداخلية داخل أفغانستان بعد سيطرة الطالبان عليها سيد لؤية المدهون خبير دي دابليو للشؤون الألمانية والأوروبية كنت معنا من ألمانيا شكرا لك على هذه المداخلة